أول لما المتبرع بيوصل لبنك الدم بيقابل أول منطقة هي منطقة الاستقبال بياخد الشيط بيعمل الكوشينير بتاعه بيكتبه بيكتب بياناته بيخلص المنطقة دي يدخل على منطقة الجنرال اكزامينيشن البالس والبالبريجر والتمبريجر عدى المنطقة بتاعت الجنرال اكزامينيشن هيدخل على منطقة دونيشن روم ورفض التبر ساعة نقول عليها دونيشن روم وساعة نقول عليها بليدينج روم لازم الغرفة اللي هيتبرع فيها تكون تهوية لازم يكون مجهزة بإمكانيات إمكانيات دي تساعدنا في جميع الأحوال لازم يكون فيها حاجات زي أدوية وزي ما حالي دي عشان لو مريض حصله ضوخة أو كده نقدر نسلم حاجة زي كده محتاجين سرنجات ينتخلص منها مناسبة لعيان واحد اجهزة وريد محليل تتحط اي في يعني انترا فينس اللي هي خافض اللسان بنبقى مع وجود الانبيب اللي هي الأنابيب اللي ممكن تساعد فيه عملية التنفس لو حصل أي مشكلة زي تشنجات أو كده اكسجين انابيب اكسجين ومسقات كويس تتحطها زي ما قلنا خافض اللسان ادرينالين مهم جدا عشان الضوخة والدروخة والضغط لو قلب حصل مشكلة ديكساميسازون نفس القصة لو انا عندي المريض ده دخل فيه نتيجة سحب الدم بيفقد فوليوم بيحصل حاجة اسمها هايبوفوليميا والهايبوفوليميا دي ممكن تدخله في شوق صدمة فبتالي منحاول نستخدم بعض الأدوية زي الأدرينالين وديكساميسازون مع الفلويتز مهم جدا طيب كالسيم جلوكونيت لو مريض ده دخل في تشنجات فالتشنجات دي محتاج كالسيم دي ممكن يكون دخل فيها اسمها هايبوكالسيميا فبتحتاج تددله كالسيم عشان تعالجي التشنجات ترجمة نانسي قنقر